اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لرقا فارس في حلقة جديدة وموضوع جديد في هذه الحلقة سوف نصمم إن شاء الله كرة تلاثية الأبعاد كما شاهدتها في غلاف هذا الفيديو دعنا نرسم أي سكرة أقوم بالضغط على أختار أي لون أريده مثلا دعنا نختار لون أخضر بهذا الشكل جيد أكيد لن يكون هناك أستروك هقوم بهكدا هكدا جيد هفك القفل عن الـ background فقط أقوم بعمل طبقتين الأولى من أجل shadow أو غير اللغة إلى العربية shadow الثانية highlight آآ فقط آآ هكدا أو يمكنني أن أتممها ليس هناك أي مشكل آآ highlight آآ واحد آآ هكدا آآ اضيف طبقة أخرى آآ من أجل الـ highlight الثانية آآ هكدا دعني فقط آآ بطارية الحاسوب تكد تنتهي آآ جيد آآ هكدا آآ أقوم بتسميته highlight 2 يا صديقي layout 1 جيد آآ تمام آآ بعد ذلك آآ دعني آآ أتي إلى الطبقة الموجوب عليها shadow آآ بعد ذلك آآ دعني أخطار هذه العينة اللونية وانتقل إلى آآ عينة لونية قاغم قليلا آآ هذه هي العينة آآ أنا أقف على آآ هذه الطبقة أخطار control آآ بعد ذلك أضغط على الطبقة ليقوم بتحديد فقط الطبقة كما نشاهد بعد ذلك أقف على الطبقة التي سميتها Shadow أختار البراش تول أضغط بالالت والزر الأيمن للموس عندما أسحب يمين يصار يتلاعب في Assize عندما أضغط إلى أعلى وأسفل يتلاعب في الهارنس أو يمكنني أن أضغط بالزر الأيمن للموس مباشرة وأعدل على راحتي يا أصدقائي هكذا بعد ذلك دعني أقوم ب في كل مرة حتى أحصل على النتيجة التي أريدها هكذا جيد ربما هكذا مقبولة خذ وقتك لتحصل على النتيجة المرضية بالنسبة إليك فلو كان هذا العمل مثلا سوف أقوم بوضعه في Project لكنت أخذت وقتي أكتر لكن فقط من أجل الفكرة بعد ذلك أضغط أو أختار الطبقة الثانية التي قلنا فيها الهايلايت بعد ذلك أقوم باختيار عينة لونية وأجعلها أكتر هايلايت يا أصدقائي ربما هكذا مقبولة أو جيدة يمكنني أن أقوم بالتلاعب في القيمة دعنا ربما هكذا جيدة يمكنني أيضا أن أتلاعب في الأوباسيتي يا أصدقائي دعني أصعد إلى الطبقة الثانية هذه المرة سوف أقلل من الـ Size ربما هكذا جيدة إذا كنت دقيقة الملاحظة سوف تلاحظ الإختلاف هنا يا صديقي جيدة يمكنني أن أتلاعب في الأوباسيتي ربما هذه سوف أتركها في حدود الخمسة وسبعون أما فيما يخص الـ Highlight التانية سوف أتركها في حدود الخمسة آآ جيد آآ تمام تمام Control D آآ بعد ذلك دعني أختار shadow خاص بالكورة هذه المرة shadow 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 آآ جيد آآ بعد ذلك يمكنني أن أختار أداة التحديد هكذا وأقوم باختيار آآ هكذا بشكل آآ عشوائي أضغط على ليغير ويمنحني اللون الموجود في الخلفية مباشرة لأنتقل إلى الـ fill pocket الاختصارات تنربحك الكثير من الوقت فلمعرفة أي اختصار يمكنك أن تقف مطولا ولا تضغط على أي شيء يأتيك الاختصار بين قوسين دائما من الأحسن لك أن تعرف الاختصارات كلها يا صديقي آآ هكذا وأضغط ضغط واحدة بهذا الشكل آآ جيد تمام تمام بعد ذلك أضغط بالزر الأيمن للماوس convert to smart object آآ هكذا filter blur بعد ذلك آآ يمكنني أن أتلاعب في القيمة الخاصة بالبلور كما أريد آآ هكذا أو يمكنني أيضا أن آآ أتلاعب في الغشادو مثلا بطريقة أخرى مثلا أقوم بإنشاء آآ طبقة جديدة بعد ذلك الأسود آآ هكذا وأقوم بآآ ضغطة واحدة بهذا الشكل كنترول تي اضغط على آآ هكذا أقوم بآآ كنترول تي آآ بلا 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 آآ دعني أخطار آآ هكذا آآ جيد 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 آآ هكذا آآ بما أنه آآ الإضاءة من هنا معناه أنه الظل سوف يكون متجه أكثر إلى هذه الجهة يا أصدقائي آآ هكذا آآ ربما آآ جيد آآ دعني أخطار أو آآ طبقة جديدة آآ بعد ذلك أريد منها أن آآ تأتي هذه الطبقة آآ دعني أقوم بآآ اختيار أي لون آآ مثلا سوف أخطار هذا اللون أضغط بهذا الشكل في الباكت آآ جي في الباكت آآ بعد ذلك يمكنني أن أضغط آآ هكذا بهذا الشكل وأقوم بتقليل الأبسط الخطوة التي قمت فيها آآ فقط نسيت أني في خضام آآ درس تعليمي آآ آآ أتي إلى الطبقة آآ آآ هذه بعد ذلك أضغط على الزر الآلت وأقترب تدريجيا إلى الأسفل عندما يظهر لهذا السهم أضغط ضغط واحدة أو بالزر الأعمال للماؤس كريايت كليبينج ماسك آآ بعد ذلك أقوم في التلاعب بالأوباسيتي آآ ربما خمسة عشر آآ ممتازة آآ دعني أرى النتيجة خمسة عشر يمكنك أيضا أن آآ تتلاعب وتقوم بإضافة ماسك آآ آآ البراشتول إكس آآ آآ الأوباسيتي والفلو آآ ربما سوف أتركها خمسة وعشرون خمسة وعشرون آآ آآ هكذا سبق وأن آآ شرحت بالتفصيل وتكلمت عن الفلو والأوباسيتي آآ لذلك لن أعيد التكلم عن الفلو والأوباسيتي سوف تخرج آآ وتأتيك كحلقة مقترحة في الأعلى لكل شخص يريد أن يتعمق و آآ يدرس أكثر يا أصدقائي آآ دعنا نختار آآ طبقة جديدة أضغط طبقة جديدة بهذا الشكل أو اللي ملا آآ دعني أقوم بعمل كنترول جي بعد ذلك أتي إلى الطبقة السفلية مرة أخرى آآ نسيت آآ دعني آآ آآ انتبه إلى النهاية أو إلى نهاية الدائرة آآ فقط آآ سوف أجعل منها آآ آآ هكذا آآ فقط قيمة صغيرة ربما اثنان آآ جيدة لتعطيني أكثر آآ 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 وضوح أن هذه الصورة آآ ثلاثية الأبعاد شاهد معي الفرق أتمنى أن تكون لديك تغذية بصرية جيدة وتلاحظ الفرق ما بين من وبدون آآ جيد أتمنى أن تكون قد تلاحظ الفرق آآ فقط آآ كخطوة أخيرة آآ بعد ذلك أختار آآ عينتين لونيتين آآ هذه آآ دعني أختار من آآ ربما آآ هذه أو دعنا نجعلها آآ آآ أكتر آآ جيد أما بالنسبة إلى هنا دعني أختار آآ هكذا جيدة أضغط أوكي آآ هكذا آآ جيد آآ ربما أو آآ هكذا جيد. المهم آآ فقط آآ كخلفية أضغط أوكي يمكنك الاحتفاظ بها أو إلغائها آآ الأمر آآ راجع إليك كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم بشكل آآ خفيف ضريف أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح إن وفقت في الشرح فمن الله وحده إن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان أترك لكم الصحة والعافية لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك كومنت أسفل هذا الفيديو يشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك للرقم فالس دائماً ما نقوم بتقديم الشرحات على كل برامج سلسلة الأدوبي طرق العامل على النت وأحياناً دردشة أو شيء من هذا القبيل السلام